بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم مستر أحمد الباشر وإن شاء الله نبدأ مع بعض مهم جدا أن احنا نفهم الليسن ده لأنه مهم جدا الليسن ده بيكلم عن فكرة أنك أنت تحافظ على الووتر ماشي ومحافظتك على الووتر هي شيء مهم جدا لأن المية دي ممكن تخلص بمعنى هو مش معنى أن الووتر دي متاحة أنك أنت تستخدمها بدون أي حساب لا طبعا ممكن تخلص بيشرح لي هنا بيقول لي في البداية هو بيشرح لي أن أصلا المصادر الطبيعية إحنا لازم نحافظ عليها وأن في حاجات كتير بنستخدمها من حاجات طبيعية زي مثلا paper is made of tree ودي يركز عشان ممكن تجاهل البحان الورق ده بيتصنع من الشجر في أشجار عالفاكة بتصنع الورق يعني ناخدها ونعملها بطريقة معينة ونصنع منها الورق plastic is made of oil products البلاستيك ده مصنوع من الزيوت ومن البترول الملابس في منها مصنوع من البلانت يعني إحنا بنجيب القطن ونصنع منه الملابس عند animals products زي يقول أنشيب ممكن نعمل حاجة من الصوف مثلا فإحنا بيعتمد على الطبيعة في حاجات كتير في حياتنا وده يخلينا نتكلم على نقطة مهمة جدا وهي اسمها preservation and sustainability humans can conserve natural resources in different ways such as preservation and sustainability الفاري من الكلمتين دول preservation يعني المحافظة إنك تحافظ على الحاجة example على الكلام ده resources أو example على resources preservation إنك تحافظ على المصادر زي مثلا in the countries prevent using or developing of natural resources in some protected areas such as راس محمد protected in South Sinai يعني إيه كلمة protect rate كلمة protect rate هي المحمية الطبيعية يعني أنا عارف إن المنطقة دي فيها مثلا بط بط من نوع نادر جدا لو سبتوا الناس هتروح تصطادوا فأنا بقفل المنطقة دي وحافظ على البط ده عشان يفضل البط ده عايش كمثال على فكرة منطقة زي راس محمد فيها أسماك نادرة جدا لو سبت المنطقة دي مفتوحة الناس هتروح تصطاد السمك الملون والحاجات الحلوة دي وهينقرض فأنا بحافظ عليها وادي الحيتان في الفيوم منطقة مليانة مناظر طبيعية خلابة وحاجة جميلة جدا فلو سبتها هتتدمر لازم أحافظ إيه عليها ممكن واحد يجي يقول له يا مستر ما عادي ما نروح نصطاد سمك يعني وإيه المشكلة ما هو السمك كتير ده اللي احنا بنسميه يعني أنت محتاج سمكاية لا روحت اصطاد عشر سمكات وكلت واحدة ورميت الباقي ده بمشكلة قال لي أن لو حصل كده هيحصل لو انت استخدمت السمك اللي في المكان ده بسرعة جدا وفضلت اصطاد اصطاد من غير أي رقيب أو حساب ده يبقى مشكلة اشرح لي هنا بيقول لي إيه يعني انت استطدت مجموعة سمك معفوض تستنى لما السمك ده يخلف تاني أو يعني يبيت تاني ويبتدي البيضة دي تطلع سمكا أو هكذا أو يخلف أو بإن كان ويبتدي إنه هو يبقى فيه سمك تاني جديد لا بتستطد تستطد تستطد كله يموت كمان ground water if ground water of wells are used faster than they replaced by rain يعني الامطار بتمطر المطار بتنزل تحت الارض بتتتخزن مفروض تطلعها انت بكمية قليلة مطروحش تحفر لمنطقة 20 بير وتطلع الميا كلها مرة واحد طبعا بير هيخلص فدايما لازم تحافظ على الكمية اللي معاك وده اللي يخلينا نتكلم عن حاجة تانية اسمها sustainability sustainability is an important way of resources conservation sustainability معناها بالعربي الاستدامة وهي استخدام الشيء بشكل عقلاني احنا هنا مش بنوفر احنا هنا الاولانية دي اسمها reservation احنا ما نستهلكش كتير التانية اسمها sustainability ان انت تستخدم A بس بعقل يعني ازاي يا مستر هقولك انا sustainability means تعني using resources in a way that doesn't negatively affect future supply of these sources يعني لو انت عندك مزرعة حيوانات مزرعة كاوس بقر في احتمالين تعمل مزرعة دي صغيرة او مزرعة كبيرة قالك لما تعمل مزرعة عملاقة مزرعة كبيرة وتربي فيها بقر كتير ده يوفر معاك اكتر في البيئة لان البقرة دي هتروح تاكل من نحية دي والبقرة دي هتروح تاكل من نحية دي فبتاكل عشب فمش هيخلصوا على العشب كله لانه كل ما ياكلوا هيطلع تاني جديد عشب من الأرض الجديد إنما لو أنت خليتهم في مزرعة صغيرة هيخلصوا الأكل كله وده يأثر على البيئة فمفروض أنت لما عارف أنت في المزارع الكبيرة بيسيبوا البقر كده يتحرك ويأكل برحته ويعم برحته في المزارع الكبيرة فالمزرعة ما بتتدمرش إنما لو أنت حطتهم في مزرعة صغيرة يتتدمر فبيشرح لي هنا بيقول لي ده الوضع المستدام أو الوضع كويس في عشب كتير أو في حشائش كتير يعني إما هم كانوا حبة الزرع دول وخلصوه يروح يأكلوا في حتة تانية فيكون الزرع الأولية عمل إنما الوضع اللي هو مش صح if cows لو الأبقار دي are placed in many small area of grass they begin to eat all grasses before new grasses could grow this cause disappearance of grass ساعتها هم هيخلصوا على كل الزرع كمان نفس الكلام في الووتر في المية في مصطلح اسمه renewable ومصطلح اسمه non-renewable خليك فاكر الكلمتين دول كلمة renewable يعني متجدد و non-renewable معناها غير متجدد يعني إيه renewable الووتر مثلا تعتبر renewable خليك فاكر ده renewable متجدد يعني المية مثلا إنت رشية مية على الأرض هل المية دي خاص؟ اتدمرت لأ بتتبخر تاني للسحاب وتنزلك تاني فمتجددة الplant انت بتاكل الplant والبزور بتاعته بتنزل في الأرض الثاني تروح تزرع لك زرعة جديدة وهكذا الانيمال اللي تاكل مثلا الخروف وبعدين إيه الخروف الثاني يخلف وهكذا فتفضل الحقيقي مستمر النوم النوم بل بقى زي الاويل والكول لو انت معاك حابة فحمس تهلبتهم خلاص فمهم جدا ان احنا حافظ على البيئة أصلا والحاجات دي كمان الفريش ووتر دي رنيوابل يعني انت واحد مثلا عنده نهر ترمي تلوص في النهر وترمي كده خلط صح ولا تلوص الأرض بيدمر النباتات دي أخطر حاجة انك تقطع الأشجار يعني ان كان بقى انت مثلا تاجر خشب مثلا او تقطع الأشجار عشان تبيحها طبعا ده بيعمل مشكلة كبيرة دي فورستيشن دي فورستيشن اللي هي عدم ما ايش في غبات يعني يعني انت عارف لما بيكون في أشجار وكده الأشجار دي بتحافظ على المدينة بتاعتنا وبتحافظ على الأرض وكده تعالوا مع بعض نبدأ نتكلم عن اكتيفتي هو اكتيفتي حلو جدا الاكتيفتي ده بيحاول ان هو يفهمنا how much water do you use يعني بكل بساطة هو هيحاول يشوف الشخص ده بيعمل اكتيفتي عاملة ازاي ويشوف هل هو بيوفر الووتر ولا بيعمل مشكلة المثل الأولى بيقول ان في شخص مثلا taking shower يعني بياخد shower لمدة عشر دقايق يعني دخل الطائر وبدأ ان هو ياخد shower بتاعه لمدة عشر دقايق طب هو احتاج amount of footer قد ايه خد سبعة لتر مية في دل مشاغل الحنفية وبتاعه وكده وايه خد سبعة لتر مية يعني هو في المرة الواحدة يعني هو طبعا داخل الحمام استحمام مدة عشر دقايق خد سبعة لتر طبعا هو في العشر طبعا سبعة لتر ديه في كل دقيقة يعني كل دقيقة الحنفية بتطلع سبعة لتر انت ممكن تقولي ياه كل دي كمية مية ايوة انت بتسيبي الحنفية المدة دقيقة شغالة والمية سريعة بينزي سبعة لتر يعني في العشر دقايق دول انت خدت 70 لتر استخيل انت خدت 70 لتر مية عشان تستحمى ما انت عمل تدلق بقى مية 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 طيب يعني بيعمل سنانو لمدة أربعة دقايق في كل دقيقة ستة لتر فاخد 24 لتر عشان يعمل براسينج براسينج تيف دي الطريقة الاولى الطريقة التانية ان فلاشينج اتويلت يعني استخدم التويلت نمبر اوف تايمز ريبيتد فور يعني هو دخل الحمام اربع مرات في كل مرة استخدم خمسة لتر مية وده 20 لتر بدأ يخسل ايده غسل ايده ست مرات في اليوم جي من المدرسة بعد الطايلت كده ست مرات في كل مرة استخدم فور لتر دول 24 لتر سجداد معنى كده معنى كده ان الشخص ده الشخص ده في كل مرة بيدخل الطايلت خلاص بيستخدم 20 لتر يعني في كل مرة 5 لتر في اربع مرات في اليوم يعني اليوم الواحد خلاص 20 لتر واحد دخل الحمام اربع مرات في اليوم كل مرة بيستخدم خمسة لتر ففي اليوم الواحد 20 لتر طيب نفترض ان هو الاسرة دي فيها اربع اشخاص كل شخص بيدخل الحمام يوميا بياخد 20 لتر 20 لتر لو هم اربع اشخاص الاسرة دي بتاخد 80 لتر في اليوم في الحمام بس كنا بنقول في اربع افراد بياخدوا كل يوم انت ممكن بقى تقوم انت تشوف انت مسلا تحسبها انت انت بتدخل الطايلت كم مرة في اليوم مثلا فور في كل مرة بتاخد قد ايه حوالي مثلا ميا كتير ولا قليل ميا قليل ففي اليوم انت تستهلم كزا والاسرة بتاعتك مثلا اتنين ولا تلاتة تلاتة تحسب بقى الاسرة بتاعتك بتستهلك قد ايه هو لا الاكتفتي ده ما تحفظوش هو بس الفكرة بيفهمك ان يا جماعة ان انت متهيق لك انك بتخسر لك وتخرج طيب ما ده بيتكرر كتير والاسرة كلها بتعمل كده وبالتالي احنا بنستهلك ميا كتير جدا علشان كده لازم نعمل زي مثلا يعني انت ما تستحماش بتقعد ساعة في الحمام غلط لازم توفر الميا شوي تقفل مثلا حنفية وانت بتغسل سنانك يعني اكتفتي بسيط كده هو الاسم ممتع جدا وجميل اتمنى انت تكونوا حبيتوه واسمعوا الفيديوهات يا جماعة اكتر من مرة هتفهموا اكتر اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر احمد الباشا باي باي